السلام عليكم كديري اللباس كانت منا تكونوا بي خير وعلى خير مرحبا بكم في قناة شيوات ومدعاء اليوم ان شاء الله نحضر معاكم فقاس واش من فقاس فقاس بالكراميل اللي كي يجي رائع اكثر من رائع شكلا ومضاقا دائما كيف معهوتكم جميع انواع الفقاس اللي كنحضر معاكم كانت لقى دائما تعالق ديالكم اللي كتتفرحني وكتشجعني وشكرا وله لا يخطيكم عليا بسم الله على بركتي الله غنبدونا من المقادر وطريقة التحضير عندنا هنا في المقادر جوج كيسان ديال الزيت العادية انا تعود اني نعبر لكم كيسان ديال العلبة اللي معروفين واي نوع ديال الكيسان اللي عندكم مش يضروري يكون ديال العلبة المهم عير المقاسات يكونوا قط قد عندي جوج كيسان ديال الساندة السكر خاشين عندي خبزة الملح اللي دائما كتكون حاضرة اللي كتتحسن لنا الضوء وكتخرج لنا جميع المضاقات عندي هنا يا سبعة ديال البيضات لان عندي البيض شوية صغير اللي عندكم البيض كبير ديروا عرصة كيما لاحظتم معايا درت البيض ضفت عليه السكر يعني الساندة كيسان ساندة ضفت عليها جوصة الشيط ديال فاني هنا غدي نخلط انا بالباتور اللي عنده الخلاط الكربائي وادك اللي كان نديرو فيه العاصير ديال مونينيكس اه كنحاول نبسط الامور احنا ماشي كلش الناس كلك تعراف راكي اللي كيعرفك اللي مايعرفش اللي حصل العون حتى واحد مزاد معلم وحنا كنا كنتعلمو حتى لي ما عندوش هاد المسائيل كاملة يخلط الخالط ببيديه عادي نخدمو الخالط مزيان نتبعوه المراحيل هنا غدي نضيف واحد جوج دانيت ديال كراميل وغنضيف عليهم جوج ديال فلان كراميل هاد كراميل كيعد الفقاس واحد دا وحد الماضاق ما نقول لكم ش اه صدقوني جربوه وان شاء الله غدي تردو عليك كيف ما دائما الحمد لله اللهم عليك الحمد للتعليق ديالكم و اه تساؤلت ديالكم الحمد لله متان بخلح على التاشي وحدة وعلى التاشي حد بجميع النصائح ذك النصائح اللي عرفت اناي كانت قاسمة معاكم وربي شاهد وهاد شي اللي كندير معاكم انايها وكندخل الحمد لله الكوزينة ديالي وعن حب وعن صدق را الحاجة اللي ما كنتي صادق فيها وادارة معمرها ما تطلع لك ومعمرك ما تعطي فيها والانسان اللي عطى شي حاجة هو من القلب ديالو وعن حب اربيته وكي نزل له البراكة وكي يستر ليه والله يستر الجامع يا ربي هناك ما لاحظت معايا خلطت جميع السوائل وفرق الخالطة في القصرية ديالي او في اي حاجة عندكم المهم كان نضيف واحد جوج كسان ديال الجنجلان الجنجلان اللي كان غسله وكننقيه وكنحمره شوية في المقلة على البوطة ماشي ضروري على الانسان اللي يديرو الفرن هذا حيث واحد كمية قليلة انا هكا كان بغينا نحاول نعطيكم جميع التفاصيل اه الحمد لله ما كان بغيش ان نبخل عليكم بالتشي معلومة اللي عرفت كانت قاسمة معاكم عندي هناك كيلو ونص ديال الفورس واستعملت كيلو واربع وشاطت لي رابعة جميع الفقاس اللي كان استعمل معاكم كان عطيكم دقيق يعني دقيق ماشي ضروري غتجيب واحد نوعية اللي هي ممتازة ولهذا اي دقيق عندكم را غديصلح الفقاس هو الانسان عيري يقول بسم الله ويتوكل على الله والتحجم ما كتخيب الحمد لله كل شي غايصدق وحتى لما صدقاش حاجة كنعاودوها كما كنقول لكم دائما الحاجة مصدقاش هناك نعاودوها وربيك يسخر فيها هنا كما لاحظتوا معايا باش انتهانا دوكليبودا او الكوميرا ديال الفقاس غدي انتهانا بواحد عندي صفر ديال البيضاء وعندي معايا القا ديال كاكاو ومعايا القا ديال نيس كافي او قهوة سريعة دوابان اللي كيتوتى المدق ديالها بشكل كبير مع المدق ديال الكراميل كتجي رائعة حتى الانسان اللي ما عندوش يمكن لي خلط عر الماو والنس كافي والكاكاو انسان كل واحد على حساب القدرات ديالو انا متى نجيفشنكم شي حاجة اللي فوق منطقة ديالكم انسان اللي عندك في الدار الله يحسن العون كل واحد هنا يا غدين نشكل دوك الحرابيل على قد لا طالي عندي لا طالي عندكم وحاولوا تديروهم متبعدين وليبودان دوك الحرابيل متى تشكلوهم شي يكونوا شوية السمك ديالو ما يكون غلاد باش ما يتنفخوش لكم في الفران وكيما لاحظوا معي انا ما درتش يعني درت خمارة وحدة يعني خمارة وحدة را ما غديشش يتنفخ لكم الفقاس بزاف دائما كيما كتلاحظوا معي دائما انا في الفقاس ما كان نقويش الخميرة باش ما يتنفخش لكم الفقاس في الفران ويتفرجح هنا غدي ندهلنا الفقاس وحاولوا داك الخالات ما ينزلش لكم شوية اللاطة باش ما يتحرقش في الفرن بالنسبة لتزين كان زينو الفقاس بالدهر ديالفورشيطة كان حاول كان بغينا نموضح لكم جميع المسائل وخاصكم نغير وسيطة وكانتقبو الفقاس بابرة باش ما يتنفخ لناش في الفرن وعلى فكرة الفرن يكون كندخلو الفقاس والفران كيكون بارد كندخلو الفقاس عاد كنشعلو الفران الفران كيكون بحل الشمعة انفو يسميسو كيبدا يسخل الفران كيبدا يسميسو الفقاس سوي كيبدا يطلع شوية شوية يعني ما تدخلوش الفران هو سخون وهنا ايه الشكل ديالوجام دهب وجازوين بالنسبة للكوميرات ديال الفقاس حاولو تدير واحد فوطا او زيف تفزقوه وتعصروه وتديروه فوق داك الفقاس وتخليوه تبقى يبات ليلة كاملة من الاحسن كان افضل انا واحتى بالنسبة المتدئات باش ما يكونش معاكم شي قصور كثيرة ما تدعوش الحمدولله الفقاس وهنا عندي موسع عادي او سكين عادي اللي كان خليو خسيسا الفقاس هنا نقطع الفقاس ديالي وغنديرو الفران الفران اللي شعلته سخن مزيان وكان مليكي سخون كندخلو لي الفقاس وكان نقصو ليه كان قولنا نقلبوه بشوية بشوية حتى كي ياخد ذاك اللون ديال والدهب الرائع هنا شاركت معاكم هالطالبية كما كان الحال كان شارك معاكم قليل ولا كثير وحسا الاخوات تاما يا طلبو مني نبقى شارك معاهم الوحد كيميا قليلة اللي قدرو يصيبوها في ديورهم هنا بالنسبة للفقاس تقطاع ديالو حاولت نقرب لكم الصورة وكان شكر جميع الاخوات والاخوان اللي كي يشكروني وكي خلو ليتعالق محفزة وكلمات شكر قليلة في حقكم كيف ما كان قوله دائما وبالنسبة للفيديو ديال اليوم كانت مني هنا الاعجاب ديالكم وصدقوني جربوا هاد الفقاس رغي يجيكم رائع واكثر من رائع شكلا ومداقا لان داك المداق ديال الكراميل اللي كي يجي ولا اروع هاللون كيف ما كيف لكم نولنا رائع مشاعر اللون احسا المداق مشاعر انا اللي كان شكره راه بين الخدمة الحمد لله ودائما انتم هيك تحفزوني وخلنا نعين نشكركم ما نوفيكم شالحق ديالكم وكن شكركم مرة اخرى وله لا يخطيكم عني